طيب سابقة هي الأولى من نوعها في النمسا يعني أنا ممرتش علي أبدا بيع أول سيارة مصادرة في النمسا بسبب تجاوز السرعة في مزاد علني وده كان القانون اللي صدر في مارس 2024 وبدأ العمل به ويمكن هنا برضو عندي علامة استفهام هل القرارات التي اتخذت في عهد الحكومة السابقة من قبل حزب الخضر وخاصة لدي كان جيفيسلر هي اللي لابد فيه الدور الإساسة عشان حد من السرعة وإن كان حاجة زي دي مقبولة جدا عشان السرعة وحفاظا على حياة المواطنين زي مثلا الكليما تيكت اللي هم عاملينها قرارات رائعة جدا وفيه ناس كتير مستفيدين منها نعم كليما بونوس كمان نعم والكليما بونوس كمان والكليما بونوس الحاجات دي وإن كانت برضو مايزلينجر أشادت بالحاجات دي اللي هي موجودة للشعب لكن هنا شايف ده حل فعلا ممكن يكون حل قاطع للتقليل من عملية الحوادث أو عملية السرعة في الشوارع يعني فين أنه هذه أحد أنواع أنواع الضغط على الأشخاص المستهترون بصراحة اللي بيستهتروا بأرواح الناس بيستهتروا بحياتهم بيحاولوا أنه يعني يمشوا بسرعة عالية جدا يعني ماشي بسرعة عالية جدا بصراحة هذا يعني ينفترض أنه يحاكم كمان اللي بتصرر فيها الطريقة هاي الفوضوية يعني فقط عن السادس الكريم هذا تصرف أنا أعتقد أنه تصرف صحيح ويجب أن يحدث قرار إيجابي يعني هذا قرار رادع عندك مشكلة أخرى موضوع الكحول اللي بيبسوه سياراتهم هن تحت تأثير الكحول وديش في ناس قتلت شباب ونساء وأطفال وكبار وصغار صراحة نتيجة أو بسبب القيادة تحت تأثير الكحول فبالتالي هذه القوانين هذه الأشخاص يحتاجون إلى أحكام رادعة ورادعة جدا حتى نستطيع السيطرة سازم دوح صراحة على هذه الفوضى هذه الفوضى بصراحة فطبعا هذا قرار راحنا بيصالح الناس لمرحلة معينة حتى يعاد ضبط الشارع مرة أخرى لربما في مرحلة متقدمة بعد خمسة إلى عشر سنوات يعاد التفكير فيه على فكرة على فكرة نقطة لا يتم مصادرة السيارة وبيعها إلا بعد تكرار المخالفة يعني كرر أول مرة وتاني مرة وتاني مرة لا أخر شي بياخده وبيعه السيارة يعني ليست أنه من المرة الأولى أنه تجاوز هالشي وعمل لا أنه يعني حتى القرار تدريجي يعني تدريجي نعم يعني بيدي لك فرصة وإلا ترتدع نعم بيكون هناك فهناك ردع